في البحرين تواصلت المظاهرات المطالبة بالإفراج الفوري عن أمين عام جمعية الوفاق المعارضة الشيخ علي سلمان بدورها طالبت منظمة العفو الدولية الحكومة البحرينية بإسقاط التهم الموجهة ضد الشيخ علي سلمان وحثت الحكومة على احترام حق الحرية في التعبير طالبت منظمة العفو الدولية الحكومة البحرينية بإسقاط التهم الموجهة للأمين العام لحركة الوفاق البحرينية الشيخ علي سلمان من دون أي شروط واعتبرت المنظمة أن الشيخ علي سلمان سجين رأي وتم اعتقاله لممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير وحثت المنظمة حكومة البحرينية على احترام حق الحرية في التعبير وإلقاء القوانين التي تجرم الممارسة السلمية في التجمع وتكوين الجمعيات وقالت المنظمة إن وفدا يمثلها حضر المحاكمة التي بدأت في الثامن والعشرين من يناير جنبا إلى جنب مع ممثلين عن السفارتين الأمريكية والبريطانية وأضافت أنه في حين دافع الشيخ سلمان عن نفسه بأنه غير مذنب تم رفض طلب محاميه الإفراج عنه بكفالة وحكمت المحكمة ببقائه قيد الاعتقال حتى موعد الجلسة المقبلة في الخامس والعشرين من فبراير بدورها أبدت هيئة الدفاع عن الشيخ علي سلمان قلقها الشديد على مصيره في ظل محاكمته التي تفتقد للمعايير الدولية في المحاكمة العادلة على حد تعبيرها